خلينا اقول لك بقى ان زميله وافضل لاعب اشتغل معاه وصناع له اهداف الموسم قبل الماضي وبدايات الموسم الماضي حتى حتى نهاية الموسم الماضي وتصاب شوية ورجع تاني نهاية الموسم هو لاعب بيلعب في الدوري المصري حاول تقول لي وامين دغموم؟ اه 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 بسرعة شوف بسرعة انا مش هيقلك انا عارف انت بتحب عبدالرحيم دغموم جدا واحد من افضل المواهب اللي موجودة في الدوري المصري كانوا افضل مواهبتين وكأن وعايز يعرضوا بس لقطة ايها احنا جابين لقطة اليوم من الاتنين مع بعض يعرضوا اللقطة واحنا بنتكلم اللقطة بتاعت عبدالرحيم دغموم واخر لقطة اخر فايل مكتوب عليه زميله في الدوري المصري عبدالرحيم دغموم يا كريم من نفس الفرقة كندوسي من نفس الفرقة وكأن وفاستفتة حول لمانجب دهب ليه المواهب اللي موجودة فيه لعب تالت مش اقول لي اسمه دلوقتي ينقول لي اسمه بعدين هاتوا اللقطة يا جماعة بتاعت دغموم هتلاقي اسست اتعمل وخد ضرب الجزاء عبدالرحيم دغموم يكمل ايه حرك اللقطة على سرعته يلا حرك ده اللي اتعملت عليه المارك ده كريم ده كندوسي اللي الكرة هتروح هتروح له ويدخل يكمل اهو اهو اللعاب اللي بيشاور له ده ودخل وياخد ضربة الجزاء بص الكرة تيجي على وشه ووقف بعد وكرة تيجي على وشه بس وقف وقف بس اهو عبدالرحيم دغموم واحد من المواهب اللي موجودة في الدوري المصري وكأن الصدفة شاءت ان الاتنين يجتمعوا في الدوري المصري اللي اصبح جازي جدا لكل مواهب شمال افريقيا واللي انا بقيت بتحيس جدا للمواهب اللي بتيجي من شمال افريقيا الفترة